يشهد مركز مغاغة بمحافظة المينيا تنفيذ عدد من المشروعات بمختلف القطاعات الخدمية بالقرى التابعة للمركز ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف لتطوير قرى الريف المصرية وأجرى محافظة المينيا أسام القدي جولة لمتبعة أعمال تنفيذ المشروعات وأكد أنها تشمل إنشاء إعمارات سكنية بقرية التوفيقية ومحطة معالجة صرف صحي بقرية برتباط والمقام على مساحة 11 ألف فدان وتخدم 17 قرية بطاقة انتاجية 20 ألف متر مكعب وكذلك أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب قرية برتباط ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية برتباط ومن جانبهم موجه الأهالي خالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي على تخصيص تلك المشروعات لقرى محافظة المينيا بصفة عامة وقرى مركز مغاغة بصفة خاصة ترجمة نانسي قنقر